اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بافكار كندية والنهاردة ان شاء الله معايا فكرة محل فكرة المحل النهاردة ان شاء الله يعني هو معرفش موجودة فعلا في مصر لا انا بس حبيت ان انا اقولها للناس اللي هي مش عارفاها فكرة المحل دي اللي هي معناها اسين اون تيفي يعني بتبيع كل المنتجات اللي انتو بتشوفوها في برنامج اسين اون تيفي لو حد مش عارف البرنامج ده بيعرض البرنامج ده كل الحاجات اللي هي غريبة كل الحاجات اللي هي مش في السوق طيب انا معرفهوش ومش عايزاه ومش عارف اجيب منه اي حاجة هو ده الفكرة اللي انا هعارضها النهاردة مش ان انا بقول لكم روح اتفرج على البرنامج او هاتوا منه لا انا بقول لكم الفكرة اللي هي الاساسية في المحل ده الفكرة الاساسية في المحل ده اللي هو اجيب كل حاجة غريبة مش موجودة في السوق واعارضها في المحل بتاعي يبال المحل بتاعي عنده بضعة يونيك فريدة مش موجودة عند مكان تاني او محل تاني ايه الفكرة المطلوبة هنا ان انا اجيب مثلا لو انتو اللحظين انا باخد جولة في المحل هنا هلاقي مثلا بلانكت اه اللي هي بطنية بتكون كهربائية هلاقي بطنيات للاطفال شكلها جميل وشكلها غريب اللي هي عاملة زي كيس النوم هلاقي مراتب من اللي هي بتتفتح وبتتنفخ وبتتفرد بطريقة سريعة جدا هلاقي اللي هو اه اللي هو اللعب الاطفال الغريبة اللي هي زي ما العربيات اللي بتمشي على الحائط والعربيات بتتحول لي اه اللي هو اه روبوت او حاجات تانية اه كل الافكار الغريبة سواء الافكار ده هي مثلا ليها علاقة او الحاجات الندرة اه زي الحاجات اللي هي خاصة بالرياضة او بالمساج اه خاصة بالاطفال خاصة بالمطبخ وطبعا نركز على المطبخ لان في حاجات كبيرة كتيرة جدا للمطبخ غريبة زي مثلا اه دلوقتي ظهر يعني انتو لو تاخدوا فكرة حتى على الوبسايت اه عليك سبريس وعليبابا وامازون هتلاقوا مثلا حاجات المطبخ دي اتطورت جدا يعني المعلقة اللي هي القهربائية اللي هي بتلف فيه الحلة بحيث ان الحاجة ما تلزقش فيه اه قاع الحلة اه الكابشة اللي اللي فيها زي دايرة كده بتطلع اللي هو القوار القفتة اه المكنة اللي بتفصص البسلة وهكذا يعني بقى كل كل الحاجات الغريبة اللي هي مش موجودة ان انا مروحش للسوق او سوبر ماركت او حتى قرفور الاماكن الكبيرة ولاقيها هناك لأ هي موجودة في اماكن معينة اه طبعا زي ما بقول المحل شامل كل حاجة غريبة مش شرط الاطفال مش شرط الكبار مش شرط الرياضة كل ما تتخيلوه غريب هو حطه في المحل بحيث الناس اه هو طبعا بيعمل الاعلانات الناس بتبع عرف ان هو دا المحل اللي حقدر اجيب منه الحاجة دي يعني ما بروحوش لمحل تاني لان ما فيش محل تاني يقدر يبيع الحاجة دي يعني هو الوحيد في المول والمول في اكتر من 300 محل وهو الوحيد اللي بيبيع الحاجة دي ففريد منه اه اجيب الحاجة منين هو دا الاساس انا عايزاكوا تاخدوا اه فكرة الاول تدخلوا دايما على اه سوق دوتقوم لان سوق دوتقوم يا جماعة مرتبط بالامازون سوق دوتقوم مرتبط للامازون وتكتبوا ادوات مطبخ هتلاقوا حاجات غريبة بالهبل اه العاب اطفال هتلاقوا حاجات كتيرة بالهبل اه جيم فيتامينات حاجات يعني حاجات برضو مش موجودة قوي في السوق اه كله 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 هتلاقوا على سوق دوتقوم ومش بس سوق دوتقوم اه اللي هو برضو برا مصر فيه اللي هو الامازون اه السعودية الامازون دوتقوم الامازون دوتقوم في كل حاجة ممكن تتخيلوها اه بس هو سوق دوتقوم الميزة ان اه مفوش جمارك لان الحاجة موجودة داخل مصر اه في بقى حاجات ارخص وارخص وارخص على علي كسبريس وعلي بابا وحاجات بتتبع بالجملة اه ادخلوا تفرجوا بس اقولوا الادوات المطبخ اللي في علي بابا وعلي سبريس اللي هو بالعربي او العاب اطفال او مثلا اه حاجات البيت اللي هو مثلا اه مفارش يكتبوا مفارش او اه مثلا اه ادوات اللي هو الرياضة او الادوات اللي هي بتاعة اليومين دول اللي بيستخدموها ادوات اللي هو الديسنفكتنج اللي هو الحماية حماية من الكورونا هتلاقوا حاجات اه انتم نفسكم هتستغربوا ان الحاجات دي موجودة اساسا انا لغاية دلوقتي بحب اتفرج على الوبسائت دي عشان اعرف ايه الجديد في السلول ان فعلا انا لعندي مثلا حاجات للمطبخ بالتطور ده ايه الحاجات المطبخ المتطورة اللي تساعدني ايه الحاجات البيت المتطورة اللي تخلي الحياة سهلة هي دي الحاجات الموجودة فخدوا فكرة على المواقع وانا حتى طبعا لو احنا نفتكر اللي هو الموقعين بالعربي اللي انا كتباهم واللينكات بالعربي اللي انا كتبتوا علي بابا واعلي كسبريس وانتو لو كتبتوا علي بابا بالعربي واعلي كسبريس بالعربي حتلاقوا المواقع طلعت لكم على فخدوا فكرة وتفرجوا اكتر واللي حابب يعني المشروع ده هيقدر جيب كل الحاجات الغريبة دي آآ المن ضمن الحاجات الغريبة اللي انا شفتها برضو اللي هي اللما اللي هي اللي بتطلع طاقة سلبية اللي هي لمبة الرمل دي موجودة برضو في مصر بلمبة الرمل اللي بتطلع الطاقة السلبية. ايه الحاجات اللي بتطرد الطاقة السلبية من البيت كل الكلام ده موجود. وموجود في مصر برضو يعني لو واحد خد بس جولة فيه اماكن اللي هي اللي بيبيع المحلات الكبيرة زي مثلا الخن الخليلي والعتبة والجماعة دول حيتلاقي برضو عندهم حاجات مش موجودة قوي قوي في المحلات التانية او المحلات الكبيرة انهم بيحاولوا تجيبوا حاجات جديدة اول باول بس دي كانت فكرتنا النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا بس يعني حبيت اوضحها مش اكتر حبيت ان انا افهم الناس ان فيه محلات خاصة بالموضوع ده بس مش يعني ممكن تعملها كفكرة طبعا الزبون هيجيلك هيجيلك لو من اخر البلد هيجيلك لان انت الوحيد اللي بتبيع الحاجات دي وطبعا تقدر تبيع اونلاين وتقدر تبيع في المحل فبصراحة مع الدعاية كلها هيعرف انت فيه بس دي كانت فكرتنا سبسكرايب لايك وكمنت وفعل الجرس خليك معنا دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايمان غزال